تقول ظهر مجددا في الجالية أن جمع التبرعات لشراء بئر أو لكفالة يتيم صدق لمن مات هل هذه بدعا ولا مقبولا؟ نقول لها يا رعاك الله إن قام بهذا أحد من ذوي القربة أو ممن تربطهم بالمتوفى صلة فلا حرج هذا على أصل المشروعية ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أن ريولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي قد افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم والحديث متفق عليه وقد ثبت في صحيح البخاري عن سعد بن عبادة أن أمه توفيت وهو غائب فقال يا رسول الله إن أمي ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت وأظنها لو أنها كانت أدركت ووعية لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي أن الصدقة تنفعها إن تصدقت أنت عليها وفي هذا دليل على أن الصدقة عن الموتى مشروعة ومقبولة بإذن الله فقال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها هذا إذا كان من شخص بعينه له صلة له زقرابة أو زصداقة أما أن يكون عاما نعمل فاندريزنج في المزل صدقة عن الأموات بصفة عامة لا أعرف هذا من عمل السلف أخشى أن يكون بدعة والله تعالى أعلى وأعلم